دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبصم والحوار بنا جدال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام أحبتي في الله طابت أوقاتكم طبط وطابت أوقاتكم بطاعة الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذا ديننا دين الإسلام الدين الذي ارتباه الله تبارك وتعالى لنفسه حيث قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنفسه وارتضاه أيضا لجميع خلقه وهو النعمة العظمى التي امتنى الله بها على البشرية جمعا وارتضاه المولى تبارك وتعالى لجميع خلقه لما أكمل لنا ربنا تبارك وتعالى الدين وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فأتم الله علينا النعمة لما ارتضى لنا الإسلام دينة وهو الجنة نعم الجنة التي يرتع في جنباتها المسلمون المؤمنون الموحدون المخلصون الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى الإسلام جنة نعم الإسلام جنة كيف ذلك لنعلم أن الإسلام هو الدين الذي أمر الله فيه تبارك وتعالى بالعدل والإحسان عندما نقول أن الإسلام جنة نؤصل ذلك من كتاب الله ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما لا فهو الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للناس وهو الدين الذي أمرنا الله بما من شيء لنعلم أنه ما من شيء ينفع البشرية إلا وقد أمر الله به تبارك وتعالى وما من شيء يضر الناس ويضر البشرية إلا وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه في دين الإسلام دين الإسلام هو الجنة التي يرتع في جنباتها المسلمون المؤمنون الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى ولما لا وهو الدين الذي رفع قدر النفس الإنسانية نعم دين رفع قدر النفس الإنسانية وعظمها وأصل حق الكرامة الإنسانية لما قال ربنا تبارك وتعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا إذن انتبه معي فكثير الكثير يسأل عن حقوق الإنسان وأنا أوصل في هذا اللقاء أن حقوق الإنسان إنما تنبع من الإسلام فإن أردتم حقوق الإنسان كما ينبغي تلك الحقوق التي تقدر الكرامة الإنسانية والتي حافظت على حق الحياة للإنسان والتي ضمنت للناس الحقوق الخاصة وكل شيء فتعالوا معنا إلى جنة الإسلام نعم المولى تبارك وتعالى أصل حق الكرامة الإنسانية في دينه لما أخبر قائلا جل في عليائه وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أي كرمنا بني آدم على كثير من الخلق كرمنا بني آدم وحملناهم في البر على الدواب وعلى أشياء جعلها الله نعمة للإنسان وفي البحر في السفن وفضلناهم على كثير كرم الله عز وجل الإنسان بنعمة العقل كرم الله عز وجل الإنسان بنعمة الرسل كرم الله عز وجل الإنسان لما أنزل إليه الكتب فكل ذلك من تكريم الله عز وجل للإنسان وللنفس الإنسانية إذن نؤصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك إذن نؤصل أن الإسلام هو من أصل حق القرامة الإنسانية للإسلام في جنة الإسلام حفظ الإسلام النفس الإنسانية عظم من حرمة النفس الإنسانية وارتقى بها وجعلها نفسا محرمة لما أمر الله تبارك وتعالى نؤصل أيضا أن حق الحياة للإنسان إنما نبع من الإسلام وذلك لما أصل الله تبارك وتعالى في قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إذن عندما نقول أن الإسلام جنة فهذا له أصل حينما تبحث عن الحقوق ستجدها في الإسلام حق القرامة الإنسانية حق الحياة للإنسان الصلاة المولى تبارك وتعالى نهى عن الاعتداء أو عن المساس بجسد الإنسان وعن الاعتداء على الإنسان لما قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا اسمع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من أحيا من سعى لإحياء نفس هذا هو الإسلام وهذا هو الدين يا سادة نعم من أحيا النفس الإنسانية فكأنما أحيا الناس جميعا فهذا دين الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ربنا تبارك وتعالى لما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ذا لديكم هذا في شهركم هذا إذن دين الإسلام يؤصل للحقوق ولإحترام النفس الإنسانية أقول أننا إن شاء الله في هذا البرنامج سوف نتعرف على السمات التي غفل عنها كثير من الناس سوف نعرف كيف أن الإسلام نبذ العنصرية ونبذ التنمر أقول كثيرا ما أقول إن في جنة الإسلام إن في الإسلام جنة إذا ما أخذ الناس بأحكام الإسلام وبتشريعات الإسلام وبمبادئ الإسلام حتما ستنعم البشرية كلها لأن الإسلام هو الدين الذي يضمن للإنسان الحياة الطيبة ربنا تبارك وتعالى ما خلق الناس إلا ليمتعه في الدنيا بالإسلام وبمبادئ الإسلام وبأحكامه ما خلق الله الناس ليشقيهم أبدا ربنا تبارك وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن الحياة الطيبة إنما تكمن في دين الله الإسلام حينما نقول أن الإسلام نبذ العنصرية إذن ننادي الجميع لنؤصل حق الإحترام للآخرين وحق قبول الآخر تأن البشرية في هذه الأيام وفي عصور مضت يعني بسبب ظلم بعض الناس لبعض كان الناس في القديم يستعبد الناس بعضهم بعضا وينبذ كل منهم الآخر وينبذ القوي الضعيف حتى أن الناس كانوا يأخذون عبيدا لهم والعياذ بالله ولكن لما جاء الإسلام ساوى بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات نادى ربنا تبارك وتعالى يعني معلنا لنا نبذ العنصرية ونبذ التنمر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اسمع إلى هذه الآيات حتى تعلم عظمة الإسلام وتعلم أنه بالفعل أننا في جنة جنة الإسلام نادى الله تبارك وتعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إذن أصل معي أنه لا ينبغي لأحد أن يسخر من أحد على الإطلاق فالرب هو الخلاق جل في عليائه هو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا فعلى ما يسخر بعض الناس من بعضهم والله هو الخالق والله هو الرزاق العليم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء إذن لنخضع لله تبارك وتعالى ونعلم أن الله هو الخلاق العليم وأن الله هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبه فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اسمع اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا هل وعيت قول الله عز وجل ولا تجسسوا احترام الخصوصيات احترام ما يمتلكه البعض عدم يعني للأسف تجد أناسا من عندنا من بني جلدتنا يبحثون عن حقوق الإنسان عند أقوام تفننوا في قتل الشعوب واحتلال ثرواتهم واحتلال أراضيهم ويتفننون في قولهم بأن عندهم حقوق حقوق الإنسان وأنا أقول كيف يكون عند هؤلاء أي حق للإنسان هم يقولون حقوق الإنسان عندهم حقوق الإنسان الذي عندهم أما حقوق الإنسان بصفة عامة فليس عندهم أي مبدأ من هذه مبادئ من حقوق الإنسان اسمع ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا هناك دول تبني تقدمها وعلمها على التجسس ولكن ربنا تبارك وتعالى أصل في الإسلام حق احترام الخصوصيات يا ساد في دينه في دين الإسلام ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه اسمع بعد ذلك يؤصل الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعم هذا أيضا لا بد أن نقول أن الله عز وجل أراد بذلك أن يعلم البشرية بأن كل الناس لآدم وآدم من طراب ربنا يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأكرم الناس عند الله تبارك وتعالى هو أتقى الناس لله عز وجل يبا إذن حق احترام الآخرين حق احترام حرمة الإنسان حق الخصوصيات حقوق تمام تمام فاصل ونواصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر إذن أيها الناس إن شقوة الحياة لكبيرة وإن متاعب الحياة لكثيرة ولا يتغلب عليها إلا بالمدد الذي أمده الله بنا من قرآن ووحي وتشريعات فإن أردنا أن نتغلب على هذا على هذه المتاعب وعلى متاعب ومشاق الحياة الدنيا فلا بد لنا أن نأخذ من كتاب الله الذي جعله الله تبارك وتعالى هو النور الذي يضيء لنا الطريقة إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تبارك وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فإن أردنا النور فعلينا بدين الله وبقرآن الله تبارك وتعالى إن أردنا الرحمة فعلينا أن نلجأ لدين الله ولقرآن الله وسنة الحبيب المصطفى فهو حق بالفعل جنة يغتع في جنباتها المسلمون المؤمنون الذين أخلصوا لله دينهم لله تبارك وتعالى إن أردنا الهدى إن أردنا الرحمة إن أردنا العفو إن أردنا الأخوة والمؤاخة فلا بد أن نأخذ من دين الله عز وجل ونحكم تشريعات الله تبارك وتعالى التي أمر بها الله تبارك وتعالى وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الذي يوفر على الإنسان الحياة الطيبة إذا ما سار على طريق الله المستقيم وصراطه الذي نادى الله نادى الله البشرية إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا فما جلب الناس لأنفسهم المتاعب والكثير من المشاق إلا بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن دين الله تبارك وتعالى وهذا الذي دعان الله تبارك وتعالى ودعان إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي إذن فالهدى والرحمة والطمأنينة وكل شيء يريده الإنسان لحياة سعيدة موجود في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول إن دين الإسلام هو الذي أصل أيضا أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فدين الإسلام هو الدين الذي يوفر الحقوق والذي يعلمنا بالواجبات بل أقول وسأركز على هذه الجزئية في هذه الحلقة إن شاء الله دين الإسلام هو الذي به نستطيع أن نواجه متاعب الحياة الدنيا لأنني كثيرا ما أقول وأتعجب ممن يصاب بالقلق أو بالهم أو بالحزن أو بأمراض الإكتئاب ويبحث عن ذلك عند دكاترة الأمراض النفسية ويريد لنفسه دواء ويريد لنفسه الراحة والطمأنين عند هؤلاء ويطرق كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم لابد أن نقول أنه في الأيام السابقة بسبب أزمة كورونا أو جائحة كورونا ابتلي كثير من الناس ببعض الأشياء سواء كانت أزمات مادية اقتصادية أو لفقدان عزيز كثير من الناس ابتليها ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا بل علمنا في دين الله الإسلام كيف يواجه المرء الابتلاءات كيف يواجه المرء كل الابتلاءات التي يتعرض لها عايز بس أصل شيء حتى نذهب عن أنفسنا القلق والهم والحزن لابد أن نعلم أننا نحيا في الحياة الدنيا ولابد أن نفهم الدنيا بمفهوم قرآني وبمنظور قرآني وبمنظور نبوي حتى لا تتربع الدنيا على القلوب فييأس الكثير على الدنيا فيصاب بالهم والقلق والأمراض بسبب الدنيا لو أنت بصيت هتلاقي إنما يحزن المرء على شيء فقده في الدنيا وإنما يصاب المرء بالقلق على شيء خوفا عليه في الدنيا وإنما كل ما يصيب الإنسان من أمراض نفسية هتلاقي سببها السبب الرئيسي في ذلك هو حزنه على الدنيا ولكن إذا ما أنصدت إلى المولى تبارك وتعالى الذي ينادين بأن نفهم الدنيا بقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وعد الله حق حتما سيرجع الناس إلى الله ليأخذ كل منهم ثوابه عند الله ليجاز كل الناس أمام الله وعد الله حق بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر إنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى إذن فلماذا تحزن على دنيا هي في الأصل قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة اسمع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يبقى في الأصل في البداية أنظر إلى الدنيا بما أراده الله لي بألا تغرني الدنيا حتى أعيش من أجلها وحتى أكرس حياتي كلها وعمري وأوقاتي كلها من أجلها فإذا ما ذهبت عني أصاب بالقلق وبالهم وبالحزن وبالأمراض النفسية على أي شيء تحزن في دنيا لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أزيح اليأس عن كثير من الناس نعم بالفعل الناس مصابون في هذه الأونة وفي هذا الوقت بيأس وحزن عميق مهما أصابك في الدنيا مهما أصابك أصل أنك في دنيا حتما سرعان ما ستنتهي ربنا تبارك وتعالى يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الأرض كلها لله عز وجل سيرثها المولى تبارك وتعالى فعلى أي شيء تحزن فيها وهي حتما إلى زوال مهما أنظر أقول سبحان الله على ما يتشاحن الناس الناس يتشاحنون ويتقاتلون ويكره بعضهم بعض ويحمل في بعضهم الغل والحقب لبعض على شيء بسيط جدا في دنيا بأكمالها لا تساوي عند الله جناح بعوضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولكن الدنيا هينة عند الله عند الله تبارك وتعالى لدرجة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيجد جيفة سلخة ملقاة في الطريق فيقول لأصحابه أترون هذه هانت على أهلها فيقولون نعم يا رسول الله من هوانها ألقوها يعني لولا إنها مواشيء طبيعي حاجة ماتت عندك فلاود أنك تتخلص منها وتتخلص من رائحتها وتتخلص من أداها فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لدنيا اسمع لدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها حين ألقوها يعني الدنيا هينا على المولى سبحانه وتعالى إلى أكثر درجة لدرجة أنها وكأنها جيفة عند الإنسان ليست منها أي نافع إذن أصل في نفسك أنك في دنيا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في الدنيا يمر على أهل بيته الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل بشهرين ولا يوقت في بيت رسول الله نار رسول الله خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقت في بيته لمدة شهرين نار ولم يكن لهم إلا الطمر والماء وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برغم ذلك يدعو الناس ويجاهدوا ويأمروا الناس ويعلموا الناس دينهم ولم يشغله شيء من ذلك أو بارد حياة الدنيا عنه حتى أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على سرد من ليف وأصر ليف في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي الفاروق رضوان الله عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضوان الله عليه ما الذي يبكيك يا عمر أفي شك أنت يا ابن الخطاب فيقول عمر لا والله يا رسول الله ولكن لما أرى قسر وقيسر ما هم فيه ويتنعمان فيما يتنعمان فيه وأنت في هذا يا رسول الله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا هذا معناه أنه لا ينظر إلى ما عند الناس في الدنيا فقد يكون ابتلا وقد يكون ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا يعني قد يعطي الله تبارك وتعالى المال ويبسط الله تبارك وتعالى للعبد في كل شيء ولكن إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يعذب هذا العبد فيمده بكثير من الأموال وكثير من الأولاد إذن الأصل أنك تبقى متمسكا بدينك بهذا النور بجنة الإسلام هذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى لنهتدي به جميع إذن لننظر أولا إذا ما أردنا أن نذهب اليأسى عن أنفسنا لننظر أولا إلى حقيقة الدنيا ونؤصل في أنفسنا أن الدنيا صرعان ما ستزول وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وأن هناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أزن سمعت ولا خاطر على قلب وشر يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طالعت عليه الشمس ذكر الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلم هذا يؤصل لنا أنك ولذلك كثيرا ما أرجع إلى قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإنسان كل الإنسان في خسر كل الناس في خسر إلا الذين يؤمنون بالله يعني عشان بس تأصل في ذهنك أيضا وفي عقلك أن الله عز وجل يقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر كل إنسان في خسر إلا أقوام يبقى هل ممكن يكون عنده أموال وفي خسر نعم قد يفسط الله له الكثير من الأموال وفي خسر نعم قد يكون عنده الكثير من مظاهر الدنيا وفي خسر نعم لأنه مسؤول وموقوف بين يد الله عز وجل ومسؤول عن كل ما ملكه الله إياه إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى كل إنسان في خسر إلا الذين يؤمنون بالله حق الإيمان يعتصمون بالله حق الاعتصام يتوكلون على الله حق التوكل يلجأون إلى الله حق اللجوء إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي تقبل على الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة أعمال صالحة ولا يعني دل إن شاء الله يعني نأخذ فصل ونواصل إن شاء الله أعمال صالحة إذن إذا ما أردنا أن نذهب عن أنفسنا اليأسى والحزنة فلنفهم الدنيا بمنظور ديني منظور قرآني منظور نبوي كذلك من أكثر ما يذهب الهموم لذلك كثيرا ما يعني أقول نحن في جنة جنة الإسلام إذا ما أردت أن تذهب عن نفسك الهم والحزن والقلق أيضا فأصل في نفسك أن كل شيء بقدر قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة إذن فعل أي شيء تحزن وكل شيء قدره الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه تبارك وتعالى ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ده معناه إيه؟ معناه إذا ما قدر الله تبارك وتعالى وكتب شيئا للعبد فلابد أن يأتيه ولو أراد كل الخلق أن يحول بينك وبين عطاء كتبه الله لك محال أن يحول بينك وبين عطاء كتبه الله لك ولو أراد كل الخلق أن يعطوك أو يمدوك بشيء منعاه الله عنك محال أن يوصلك لشيء لم يقدره الله لك إذن سلم أمرك لله وأسلم لله تبارك وتعالى حتى تحيى حياتك الطيبة التي وعدك الله بها اللهم لمانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني مهما كان مهما الرجل اتخذ لنفسه من قوة ومن حزم ومن جد وأراد أن ينفع نفسه بأي شيء وفقا لنفسه محال أن ينفعه شيء من ذلك اللهم لمانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذن فالعاطي هو الله والمانع هو الله فسلم أمرك لله ولا تحزن على شيء فاتك أتحزن على شيء لم يقدره الله لك واعلم أن الخير فيما قدره الله لك نعم كثيرا ما أقول أحيانا ما يتمنى المرء ويحزن المرء على شيء فيه دمارك وهلاكه وقد ينفر المرء من شيء فيه فرحته ونجاته نعم إذن ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم شوف في نهاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنتم لا تعلمون كما أراده الله عز وجل وما أراد الله بالعبد إلا كل خير له فاستجب لله تبارك وتعالى إذن ننظر إلى الدنيا بمنظور ديني كذلك نؤمن أن كل شيء بقدره وأن الله عز وجل قدر كل شيء اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ عبد الله بن عباس رضي الله رضوان الله عليهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ إني أعلمك كلمات ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلمك علينا أن ننصت جميعا فالمعلم هو الذي لا ينطق عن الهوى هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه إذن فلنأخذ ذلك بصدر الرحب ولنأخذ ذلك بفرحة وسعادة لأن معلمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إذ أقول للأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن تنفعك إلا بما كتبه الله تبه لو ربنا ما كتبش لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله يعني لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوا أي إنسان بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى له مش هيقدره مستحيل لأن لابد أن يكون قدر الله قد نفذ ولابد أن يكون كتب الله ذلك يبع إذن أصل فعلى ما تحزن أحزن له ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديره ربنا سبحانه وتعالى هو الذي كتب علي أن أرضى بما أراده الله لي وأن أتعايش في المقدور وفي المتاح الذي يسره الله لي تبارك وتعالى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك وإن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتباه الله عليك اسمع بقى رفعت الأقلام وجفت الصحف خلاص وضي الأمر رفعت الأقلام وجفت الصحف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق خلصا يعني خلاص أربعة دقيقة عايز أنهي بسرعة كده يعني أقول إننا إن شاء الله في برنامجنا هذا نسأل الله التوفيق والتيسير يعني هو الإسلام بالفعل جنة إن أردنا أن نتعايش وأن نأخذ بدين الله وبأحكامه وبأحكامه وبات الشريعات إن شاء الله سنتعلم في القادم إن شاء الله كيف أن الإسلام قدر حق المرأة وحق النفس بصفة عامة حق المرأة وعظم أيضا من حقوقها لأننا عايزين نتكلم برضو في الحتة دي لأن فيه ضغط كتير أو في الحتة دي أو يعني من جابها كده الله المستعنى عايزين بس نأصل ما أمر به الله تبارك وتعالى في دين حتى نخرج للناس هذا الخير الكثير الذي غفل الناس عنه في دين الله تبارك وتعالى سنتعلم أصول التربية تربية الأبناء سنتعلم كيف نعالج شبابنا المعالجات الأخلاقية والسلوكية كثير من عندنا الكثير إن شاء الله الذي ننفع به أنفسنا وننفع به الناس إن استطعنا أو بالفعل وفقنا في أغذي كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فهو ديننا الذي يأمرنا بالعفو وبالصبح وبالمؤاخات وبالرحمة الآخرين نعم هو دين الإسلامي جنة الإسلام التي بها أو التعايش فيها يذهب اليأس عن النفس كذلك لود أن أؤصل أن الله تبارك وتعالى ندان إلى حياة طيبة إذا معتصمنا بالله ولجأنا إليه وتوكلنا عليه لما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم فإن نعيم الحياة في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى نعيم الحياة في الأخذ بما عند الله تبارك وتعالى نعيم الحياة في الأخذ من نور الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله إلينا مش ربنا سبحانه وتعالى قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة المولى تبارك وتعالى يدعون إلى حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلا تحزن ولا تيأس أبدا أقبل على الله تبارك وتعالى اعتصم بالله توكل على الله واعلم أن الله تبارك وتعالى يجيب المضطر يقول تبارك وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السعادة والمعبة والحول